وفي الملف الأوكراني أكد رئيس الأوكراني فلاديمار زيلنسكي أنه يجب على أوروبا أن تحمي نفسها من خلال مساعدة أوكراني على التصدي للهجمات الروسية جاء ذلك في كلمة وجهها زيلنسكي من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة إلى اجتماع لزعماء دول شمال أوروبا ودول البلطيقة وأوضح رئيس الأوكراني أن بلاده تتفهم أنها ليست عضوا في حلف الأطلنطية وبالتالي تقترح طريقة لحماية نفسها بشكل مستقل بشرط الحصول على ضمانات أمنية أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على قائمة العقوبات وأوضحت الخارجية الروسية أن قائمة العقوبات تضم وزير الدفاع الأمريكي لويد آسدن ورئيس أركانه وعددا آخر من المسؤولين وعشرت موسكو إلى أن فرض العقوبات ضد قادة أمريكيين جاء ردا على سلسلة عقوبات أمريكية غير مسبوقة بما فيها تلك التي تحذر دخول كبار مسؤولي روسيا للتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة فردت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على رئيس البيلاروسي أليكزاندر لوكاشانكو ضمن ما اعتبرته واشنطن بعقوبات ضد الدول التي تساعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية لوكاشانكو بالفساد كذلك فرضت واشنطن عقوبات على زوجة الرئيس البيلاروسي وفق الاتحاد الأوروبي رسميا على فرد عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا وتشمل حزبة العقوبات حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة وصدرات السلع الكمالية ووردات منتجات الصلب وقالت المفوضية الأوروبية أنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكريملين ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسن ستالتنبرغ بأن الحلفاء وفروا معدات عسكرية ومضادات ومسيرات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهات للعمليات العسكرية الروسية كما وصف أمين عام الناتو خلال مؤتمر صحفي تصرحات موسكو بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا بالأكاذيب من ناحية أخرى شدد ستالتنبرغ على أن الحلفة بحاجة لزيادة الاستثمار في قدراته الدفاعية داعيا الدول الأعضاء لزيادة الميزانية الدفاعية لاثنين في المائة من الناتج القومية قمنا بزيادة تواجدنا في تلك الأجزاء من حلف الناتو ورفعنا جهزية القوات وعززنا من قدرتنا إذن الهجوم على أحد أعضاء حلف الناتو سيكون هناك رد عليه من كافة دول حلف الناتو إن أعضاء حلف الناتو قد دعموا أوكرانيا على بدار سنوات عديدة خاصة منذ أن غزت روسيا للمرة الأولى عام 2014 ودول حلف الناتو مثل مبنك المتحدة والمتحدة المتحدة والمتحدة الأمريكية وكندا أيضا ساعدوا في تدريب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة ومختلف القوات الأوكرانية والآن هم يقاتلون بكل شجاعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على كامل أراضي مقاطعة خرسون جنوبية أوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينوف بأن القوات الروسية استولت أيضا على نقطة حصينة شمال العاصمة كياب وضف أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية بالإضافة إلى العصور على عشرة أنظمة سوريخ جافلين ومضادة للضبابات وغيرها من الأسلحة غربية الصنع لغانسكا نارودных رеспублиك أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشيكو فرض حظر تجوال في المدينة لمدة 35 ساعة اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الخميس وشدد على عدم التنقل في أنحاء كييف أو الخروج من المنازل باستثناء ذهاب إلى الملاجئ شهدت كييف صباح اليوم عدة انفجارات في مناطق مختلفة من جراء القصف الروسي المتوصل كما دوت سفرات الإنذار في قلب العاصمة فيما استهدف القصف الروسي مدينتي خارك أصفر قصف طال أحياء سكنية في كييف عن مقتل شخصين على الأقل وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ الأوكرانية وذكر جهاز الطوارئ الأوكراني بأن جثتين انتشلتا من تحت أنقاض مبنى مكون من 16 طابقا في حي سيفياتيو شانسكي مضيفا أنه تم إنقاذ 27 شخص في نفس الموقع تعرض مبنى سكنين آخر في منطقة بودلاسك إلى هجوم وتصعدت حدة المعارك في الأيام الأخيرة في محيط كييفا فأصبحت محاصرة بالكامل من قبل القوات الروسية التي بدأت في العملية العسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم العشرين على التوالي منذ بدايتها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وفي الوقت نفسه ما زالت لقاءة التفاوض بين الجانبين مستمرة دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهدئة وثيرة العمليات العسكرية أو حتى تأمين فتح ممرات أمنة لمغادرة الأوكرانيين عشرون يوما على بدء المعارك فوق الأراضي الأوكرانية ولا يزال دوي القصف أعلى من صوت العقل عشرون يوما من المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية ولا تزال أرض المعركة صاحبة الكلمة العليا وسط محاولات خجولة داخل الأرواقة الدبلوماسية لوقف القتال وحماية المدنيين مجلس الأمن الدولي شهد أمس جلسة جديدة لبحث تطورات الأزمة بمشاركة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية لم يتوصل المشاركون في الجلسة إلى جديد فقد تبادل الجميع الاتهامات فقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن حرب معلومات واسعة النطاق تشن على بلاده مجددا في الوقت نفسه تجزئة مسألة الأمن في أي محادثات مقبلة مع الغرب تصريحات رد عليها رئيس منظمة الأمن والتعاون بالقول أن دولة شمال الأطلنطية لا تشكل تهديدا لروسيا فيما اتهم مندوب أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في بلاده أما على صعيد التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني فلا تزال الجولات تعقد تباعا حتى وصلت إلى أربع جولات حتى الآن دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهدئة وتيرة العمليات العسكرية أو حتى تأمين فتح ممرات آمنة لمغادرة الأوكرانيين وفيما قال رئيس الوفد الروسي المفاوض أن بلاده ستواصل المحادثات مع أوكرانيا يوميا عبر الفيديو قال مستشار في وزارة الدفاع الأوكرانية أن هناك مؤشرا على تقدم في الحوار مع الجانب الروسي معربا عن مخاوف حقيقية لدى حكومة كييف من استخدام موسكو للسلاح الكيموية وعلى صعيد الرسائل المتبادلة بين روسيا والغرب قال المتحدث باسم الكريملين أن أمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ليست قيد البحث في الوقت الراهن فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتمسك بالعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين إلى ذلك نفت وزارة الدفاع الأمريكية وجود قوات أمريكية في قاعدة يافوريف التي تعرضت لقصف الروسية وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن القوات الروسية استدفت القاعدة الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى وعشر كيربي إلى أن تعفر القوات الروسية في أوكرانيا يعود بشكل أساسي إلى العقوبات والمقاومة إلى المقاومة والعقبات اللوجستية التي واجهتهم مشددا على أن الأجواء الأوكرانية متنازع عليها وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعمل بفاعلية رجح مستشار بالرئيسة الأوكرانية انتهاء العمليات العسكرية الروسية في بلاده بحلول أوائل مايو القادم مع نفادي ما لدى روسيا من مواد للهجوم وأوضح المسؤول الأوكراني خلال مقطع مصور أنه بعد إبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف يمكن أن تظل هناك اشتباكات صغيرة لفترة مشيرا إلى أنه من السينيوريوهات المحتمل أيضا يقدم روسيا على إرسال مزيد من المقاتلين الأجانب بمساعدة القوات الروسية في عملياتها العسكرية يتوجه رؤساء وزراء بولندا وتشيك وسلوفينيا إلى أوكرانيا في زيارة لكييف اليوم ومن المقرر أن يقوموا خلال الزيارة بلقاء رئيسي أوكرانيا فولودمير زينيسكي كموثلين عن المجلس الأوروبي كما سيلتقي رؤساء حكومات الدول الثلاث مع رئيس مزراء أوكرانيا لبحث تطورات الأوضاع في البلاد ومن المقرر أن يقوموا خلال الزيارة بلقاء رئيسيا لكيوف وكيوفي الزيارة